الآن معنا من رمالله مراسلنا فادي العصى مرحبا بك فادي إذن كما استمعنا في التقرير إذن ما شاهدناه اليوم هو واحد من أكبر وأوسع الاقتحامات الإسرائيلية في طول كرم ما الغاية من هذا الاقتحام الذي أراد جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلاله أراد أن يقضي على المقاومة المسلحة المتنامية في شمال الضفة الغربية تحديدا طول كرم جنين نابلس وطوباس وهذه العمليات والاقتحامات المستمرة منذ بداية المعركة ونتحدث عن عشرات العمليات والاقتحامات التي نفذها جيش الاحتلال خاصة في المخيمات الفلسطينية تعرف تماما لمع نجم مخيم جنين في بداية المعركة وحتى اليوم وكذلك أيضا طول كرم قبيل هذه المعركة الممتدة منذ 7 أكتوبر العام الماضي وحتى هذه اللحظة هذه المرة تقريبا الثلاثين التي يقتحم جيش الاحتلال فيها مخيم نور شمس ومخيم طول كرم ومدينة طول كرم ويقوم بعمليات تجريف للبنى التحتية يضرب أولا إذا لم يصل إلى المقاومين الفلسطينيين بقتلهم أو اعتقالهم أو إصابتهم فأنه يقوم بضرب ما تعرف بالحاضنة الشعبية من خلال ضرب البنى التحتية وعمليات الاعتقال والتدمير والتخريب الأكبر والأكثر في هذه الاقتحام المستمر منذ قرابة 24 ساعة وزاد هذا الوقت أيضا عن هذا الحد كذلك من خلال تواجد جيش الاحتلال العسكري في هذه المنطقة دفع الجيش أولا بجرفات الاحتلال العسكرية الغريب أنها بدأت بتجريف المعالم الرئيسية الدوار الرئيس في المدينة ومن ثم الطرقات قامت بتجريفها ضرب البنى التحتية المياه الكهرباء وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها بمثل هذا الأمر وكذلك أيضا أقدمت على تدمير ممتلكات الفلسطينيين داخل المخيم اشتباكات مسلحة سمعت بين فينة وأخرى تفجير لعبوات محلية الصنع كانت تفجر في أليات الاحتلال أو قرب أليات الاحتلال العسكرية الحديث عن وجود مصابين في صفوف جيش الاحتلال ونتحدث عن مقاتلين قام جيش الاحتلال بعشرات الاقتحامات بعمليات انهاك لهم لا ننسى بأنهم يمتلكون فقط بعض الأسلحة الأوتوماتيكية الخفيفة وبعض القدرات في عبوات محلية الصنع يستخدمونها من مواد ويمكن أن تقول أنها بدائية يقوم بتفجيرها بأليات الاحتلال العسكرية بالرغم من كل ذلك ما زال الاشتباك مستمرا قبل قليل فقط كان هناك أصوات اشتباكات وصلت إلى المكان لكن العملية من جهة الاحتلال الإسرائيلي فإنها أقدم على دفع بطائرات مسيرة كذلك أيضا الأليات العسكرية الجرفات وأقدم كذلك أيضا الجيش على إصابة وقتل العديد من الفلسطينيين وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن شهيد طفل بشكل رسمي وهو قيس نصر الله 16 عاما والده مسعف في أحد الطواقم الطبية كان يحاول أن يقوم بإسعاف الفلسطينيين في داخل مخيم نورشمس في المنطقة الشرقية من المدينة لكن جيش الاحتلال قام بقتل طفله نصر الله في المنطقة الشمالية تحديدا في ضحية الشويكة ويقوم جيش الاحتلال لغاية اللحظة بمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى داخل المخيم هناك حديث منذ ساعات الصباح من قبل إهلال الأحمر الفلسطيني عن الشهيد سليم غنام ثلاثون عاما وهو شقيق لشهدين ما زال جثمانه داخل المخيم مسن أيضا توفي نتيجة طبعا عدم نقله إلى المستشفى بسبب منع قوة الاحتلال للطواقم الطبية ما زال جثمانه أيضا في داخل المخيم وكذلك أيضا هناك شهداء وجرحى ومصابين ما زالوا في داخل المخيم مساجد في مخيم نورشمس نعت بعض الشهداء لغاية اللحظة لم يتم حصر عدد الشهداء في داخل المخيم وتمنع الطواقم الطبية من العمل ومن الوصول إضافة أيضا إلى قيام قوات الاحتلال بالدفع بأليات عسكرية بين فينة وأخرى في داخل هذا المخيم الذي أعلن فيه وفي المدينة غدا إضرابا عاما وشاملا حدادا على أرواح الشهداء الذين لم يحصر عددهم في هذا الاقتحام المستمر بدر في مخيم نورشمس ومدينة طول كرم الشمال الضفة الغربية المحتلة